سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة في بداية الحلقة النهاردة أنا حابة أني أوجه رسالة لكل المؤمنين المصلين المنتظرين الرب يسوع الآن أنا أوجه رسالة خاصة لكم لأن لنا دور الآن نقوم به في الموقف اللي هتكلم معكم عنه دلوقتي انتبهوا لأنه من دقايق بسيطة حصل هجوم على إسرائيل من إيران كان الأمر حيكون في خلال 48 ساعة وتهديد ولكن الأمر الآن أصبح واقع إيران ضربت إسرائيل فعلا نشكر رب أنه ما فيش خسائر ولكن إخواتي ده وقت الصلاة ده الوقت اللي نتجه فيه للرب دفاعا وحربا روحية عن إخواتنا من جميع الأطياف في إسرائيل الحرب دمار ودمار على الكل الحرب أداة من أدوات الشيطان لتدمير الإنسان والإنسانية وفرص الخلاص للنفوس اللي بتهلك كل يوم إحنا دورنا كأبناء الله النهاردة أننا نقف في الثغر ضد أعمال العدو وأن نصلي بروح الله القدوس من أجل السلام إذا ما كناش نستطيع أن نكون في الوسط ونصنع سلاما في الوسط ليكن سلام الرب العامل في قلوبنا وعقلنا وحياتنا أداة نصلي بيها إلى رب السلام ملك الملوك وكثير الرحمات ربنا وإلهنا يسوع المسيح زي ما بنصلي من أجل حماية الأبرياء في غزة بنصلي من أجل حماية الأبرياء في إسرائيل والدول المحيطة لأن الحرب دمار وبالطول الكل صلواتكم تغير صلوا معي يا رب أنت علمتنا أن الاهتمام بالجسد موت أما الاهتمام بالروح في حياة وسلام يا ملك السلام يا فادي الإنسان والإنسانية ومحب البشر بنصلي يا سيد أن تضع حدا للشر وأن تحمي الأبرياء وأن تعطي فرص حياة جديدة وأن تشفي قلوبنا وأفكارنا وصدورنا وتعلقنا بالأرض والأرديات لأنك أنت يا رب لا تفرح بهلاك الشرير ولكن أنت تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون يا رب أنت تتألم من أجل المتألمين على الأرض فإحنا بنصلي النهاردة بنطلب منك معجزة إلهية اليوم يا رب أوقف يا يسوع يا رب يا ملك الملوك نزيف الدم واعطي سلام وأوقف يا رب عمل الشرير جند أبنائك لتغيير الموقف في كل مكان بنصلي بسلطان روح الله المحي بسلطان محبتك يا رب إشفي يا رب الأرض وقلوب أبنائك أنت يا رب غلابة العالم والشرير بقوة محبتك فبنصلي أن أنت تحفظ يا رب شعبك بكل أطيافه من كل شر في اسم يسوع حسب رحمتك يا رب وليس حسب خطيانة نحن نصلي آمين أرجو أنكم تستمروا في الصلاة لأن الأمر جلل ولأن صلاة المؤمنين تغير ولأن قلوبنا اللي تكون مربوطة بقلب الله دائما الله يرشدنا لطريق يكون في نهايته سلام وخير وبركة لكاثرين من الغريب جدا أن النهار دا حلقتنا هتكون عن يوم القيامة ولو كان حتى من المنظور الإسلامي لكن هنتكلم عن آخر الأيام أيضا من المنظور المسيحي فالنهار دا هنتكلم عن يوم القيامة زي ما بيتحدث عنه الإسلام من القرآن والحديث الحقيقة أنه في القرآن والحديث صورة خيالية عجيبة للي حيحصل بعد موت الإنسان وفرضية لقاءه مع الله من المنظور الإسلامي في صورة سينمائية كده بريبة شوية السؤال هنا قبل ما ندخل في فكرة الصورة الإسلامية هل يتحدث الكتاب المقدس عن يوم لقاءنا مع الله؟ طبعا هو يوم نؤمن به ونشتاق إليه ونتطلع إلى وعود الله بحدوثه لأنه نهاية الألم لأنه بداية الحياة الحقيقية مع الله وتحقيق القرب من الله نهاية الظلم والظلمة والخطيئة والموت نهاية عدو الخير إبليس إلى الأبد لكن مركز هذا الوعد واشتياق قلوبنا لهذا الوعد أننا كأبناء الله المدعوين بإسمه هنكون في محضر الآب أمام عرش النعمة نستمتع بمكانة البنيل وكل وعود الله لأبنائه ونثبت إلى الأبد في محبة الله ونعود إلى مقاصد خليقة الله الأولى لنا بلا خطية في علاقة مباشرة مع الله في رسالة يحنى الأولى بيقولي الكتاب كده أن العالم يمضي وشهوته تزول أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد يعني شهوات الجسد بأنواعها واللي بيجرنا ويسحبنا للخطية سيزول كله حيزول فأنا بصلي النهاردة أنك تكون أحد أبناء الله السامعين لصوته المدعوين بإسمه على قلبي دلوقتي أقف هنا لما بتكلم على أبناء الله السامعين صوته والمدعوين بإسمه أنتم العابرين اللي من الخلفية الإسلامية وعملتم القرار ده وتبعتم المسيح وغيرتوا حياتكم كثير منكم بيمر بألم كتيرة النهاردة أذكر أخ بالتحديد بطلب منكم أنكم تقفوا معايا اللحظة وأننا نصلي من أجله أخوي هشام هو مؤمن بقاله كذا سنة متابع لكل البرامج والرب غير حياته تغيير كبير جدا أخونا هشام عنده مرض يقول عنه الأطباء أنه بلا شفاء لكن نحن نقول في قوة دم يسوع المسيح ومن أجل قداسة ومحبة الله ومن أجل أن الله يريد أنه يعطي شفاء ويعطي حياة لأخونا بأسألكم أنكم تصلوا الآن معايا رب إحنا بنصلي أنه أخونا النهاردة المرض مسج جسده ولكنه لم يستطيع أن يمس روحه أشكرك يا رب لأنه قال النهاردة أنه متشجع جدا وأنه يمكن لو كان سلم لأن المرض ده مرض عضال وما له الشفاء لكن اليوم هو سيحارب في اسم يسوع المسيح بالروح حتى يستلم شفاء منك فإحنا كأخواته وأخواته اليوم بنقف أمامك وبنصلي يا رب إيش في يا رب ابنك اعطي حياة اصنع معجزة يا رب كون ليكون شفاء ابنك اليوم شهادة لمجد اسمك في اسم يسوع وصل خليني أرجع تاني للموضوع الحلقة واستمروا في الصلاة من أجل أخونا يا شام لو سمحتوا كنت بكلمكم عن أنه الآية اللي بتقول إن احنا انفصلنا عن شهوات الجسد والخطيئة وإنه الله يطهرنا تماما من كل شهوات الجسد تروح خالص لإنك أنت في السماء بقيت في الصورة الأولى اللي خلقك عليها ربنا اللي مرتبطة به اللي عايش فيه اللي بلا جسد الكتاب قال يعني للرب يسوع لما سألوه عن السماء قال لهم في السماء لا هتتجوزوا ولا هتجوزوا المسألة مش أكل وشرب والجواز وحياة جسدية كل الأمور دي هتنتهي لإنه هيكون ليكم أجساد جديدة حياة جديدة هتعيشوا بالروح هيكون شكل الحياة مختلف أين كان شكل الحياة بالنسبة لي كإنسانة مؤمنة وعابرة ومن خلفية إسلامية يكفي إني أعلم إني سأكون فيه محضر الله متغطية بدم يسوع وحماية يسوع لإن الجالس على العرش سيكون يسوع نفسه فادي البشرية فمفيش خوف على المؤمنين نحن يعني بفكر كده اليوم اللي حنكون فيه قدام يسوع هنعمل إيه حنكون بنجري علشان نكون وقفين في محضره بصلي إن الصورة دي تنقن لك كده صورة زينية يشتق لها قلبك فتعمل على إنك تقدس الله في كل حياتك المنظور الإسلامي بقى بنشوف فيه إن كل مكان حرام هنا يحلل هناك ويضاعف أيضاً من المهم إننا نفرق وإحنا بنسمع ما تسلمنا من صور إسلامية عن يوم الحساب أو يوم الحكم أو يوم الحشر أو المحشر ليه أسماء كتيرة جداً إننا نركز على شخصية الإله الإسلامي في كل القصة لإنه حاضر لإنه بيتكلم لإنه صورته واضحة لإن أفعاله وتعاملاته مع الناس مربكة جداً ويعني مش عارفة لا التعبير الصح هي بتخلي روحك كده تضطرب جواك لإنه محير ما تقدرش تتوقع الخطوة اللي جاية حتى ولو إنه فيه أحاديث كتيرة بتتكلم والقرآن بيتكلم وكل ده وكل الآيات القرآنية اللي بتتكلم على الساعة والآخرة والكلام ده كله كل ده فيه تفاصيل ولكن فيه كل تفصيل مشاكل والمشاكل كلها مرتبطة باللخبطة الخارجة من شخص هذا الإله مش هو الله الخالق كما نعرفه في الكتاب المقدس حقدم لكم النهاردة لمحة عن يوم القيامة من المنظور الإسلامي حلقة النهاردة بعنوان أهوال القيامة خرافة إسلامية بيتصول المسلمين إن إحنا لما بنتكلم عن محبة الله فإحنا بنتكلم عن إله ضعيف وإننا بنستخف بالخطيئة وإننا بنستحل الأخطاء وكل الكلام اللي بيقولوا ده لكن لأنه بيقولوا بقى إن أنتو المسيح خلصكوا من خطيئكوا وغفر لكم خطيئكوا فتخطئوا وما فيش مشكلة الأمر عكس ده تماما عندما قدس المسيح حياتي بحضوره يقدس أيضا أفكاري وقلبي واختياراتي إذا كان كل تركيزي عليه إذا كان المسيح محور حياتي وهكذا يجب أن تكون حياة المؤمن لكن أنا كمقدمة النهاردة هقدم لكم المفهوم البسيط للحياة مع المسيح إن الله قال لنا إن إحنا يجب أن نعيش بقداسة الله ولكن أيضا نعلم إنه عادل وعدله يتطلب حكمه يجب أن نعلم إحنا كمؤمنين النهاردة إن الرب يعاقب على الخطايا ويحب الصلاح والبر ويبارك الصلاح والبر فالتنين موجودين وإنه في يوم الحكم في اليوم اللي حنبقى وقفين فيه أمام الله سيكون هناك نقاش وسيكون هناك حكم من الله على أعمالنا وعلى اختياراتنا وعلى حياتنا لكن الفداء الفداء في المسيح وإحنا متغطيين بدم المسيح لكن هيكون فيه حديث بيننا وبين الله عن ثمر الأعمال أو ثمر الإيمان اللي في حياتنا كيف أنتج أعمال تعطي مجدا لله وكل اللي بيستخف بدا والصلاح والبر وعدل الله وحكم الله وفداء الله وصليب المسيح هيكون مستوجب الحكم أمام الله لكن ليس بطريقة إله الإسلام يمكن الحلقات دي هناخد فيها يمكن تفاصيل إسلامية أكتر لكن في حلقات قادمة هقدم لكم تفصيل أكتر عن المنظور المسيحي لهذا الوقت بالذات إحنا في العالم الإسلامي وإحنا بنكبر كمسلمين اتربينا على أننا نرتعب من الموت وعذاب القبر وقصص يوم القيامة ونصارع مع أنفسنا أو مع الحياة في محاولة أننا ننجو من هذا الغضب الآتي اللي احنا عارفين أنه جاي جاي لأنه الكل سيورد عليها الكل لا يستطيع أنه يعني مهما صلى وسام وعمل وكل ده لا يستطيع أنه يضمن رضا هذا الإله ويجب أن نشير إلى أنه كل مسلم عارف أنه لا ضمان للنجاة من غضب هذا الإله هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومحمد مبلغ الرسالة نفسه في أحاديثه الكثيرة واللي تكلم فيها عن يوم القيامة فيها تفاصيل مرعبة اليوم لقاء الناس بهذا الإله تفاصيل العذبات المعدة للكافرين أو الصالحين أو يعني من لم تفوق حسنتهم سيئتهم مثلا أو من استهانوا بالأحكام من المفترض أن هذا الإله يعني وضعها ليدبعوها يعني مثلا لو قلنا مثلا في أحاديث كتير بتتكلم على أنه الست لو ما تحجبتش شكل عذبها يكون إيه زبان منها أكتر من ما هو مسموح به عورتها اللي كل حاجة فيها تبقى عورة دي أو إذا تعطرت مثلا وخرجت أو النامسة والمتنمسة اللي في النار كل واحدة منهم ستجازة باستمرار بصورة دورية ومستمرة وسلخ الجلد ويرجع ينمو في السلخ داني وهكذا لخطايا مختلفة اللي هيكسر فكه اللي مش حارفة نص ويشه هيبقى إيه يعني واستمرارية لصور مرعبة من صور التعذيب اللي فيه سادية غير عادية مثلا الست اللي غضب عليها جوزها وما تدخلش الجنل إن جوزها غير راضي عنها لو الراجل مش راضي مهما عملت أو الراجل مثلا اللي محجبش بنته ولا مراته يدخل فيهم النار ويتعذب العذاب والنار جزء لا يتجزأ من دعوة محمد اللي ببعثة بالرعب فعلا لإني أنا يعني كمسلمة سبقة فعلا كنت أعيش هذا الرعب خوف من إله يعذب دائما ومعرفة تامة وكملة وبقول لكل المسلمين اللي سمعيني النهاردة أنت عارف إن مهما عملت من أعمال أنت لا تضمن انتقام هذا الإله منك أنت ترجو رحمته أنت ترجو وفرانه ولكنك في النهاية لا تضمن وإن كنت لا تفهم ده ومتكل على حديثين تلاتة كده يعني هقول عليهم دي حديث الماعة الملونة بشكل اللطف والرحمة ولكن هناك ما يفوق ذلك في الأعداد من حديث الرعب والوعيد والتنديد والكلام ده كل فأعمالك لن تخلصك مهما حصل النهاردة ربنا بيديلك فرصة أنك ترى أنه كل ده مش من عمل الله ولا كلام الله ولا قلب الله الحقيقي لكن ده كله خرفات علشان يحيدك عن أنك ترى وإنت تاري قلب الله الحقيقي لكم كل حاجة هنقولها النهاردة عن شكل أحداث هذا اليوم هتكون من المنظور الإسلامي وهتكون من أحاديث وقصص قرآني بحت خليني الأول أبتدي معاكم قبل ما نوصل ليوم القيامة اللمحة الأولى عن العذبات اللي بتحصل للمؤمن وغير المؤمن للمؤمن الخاطي وللمؤمن الكويس ول الكافر والكل عذاب القبر ما فيش مسلم ما بيخافش من الموت وعذاب القبر الموت له سكرات في الإسلام سكرات الموت ورعبها والكلام عنها وحضور ملك الموت والرعب من ملك الموت والملكين اللي في القبر والصعبان الأقرع والاختلاف عليه ولا مش اختلاف عليه مهما اختلفته اتربينا على هذا الرعب الموت مرعب بالنسبة للمسلم لأنه سيواجه ما لا يعلم لكن أنا بقول لك يا أخويا وإختي النهاردة أنا لا أخاف الموت ومن يعرف المسيح لا يخاف الموت لأنه لي الحياة هي المسيح والموت ربهم لي لأني أعلم من سأو قابل اللي دفع تمن خطيايا وأعطاني حياة أبدية قدس قلبي وفكري وحياتي وأنا الآن أحيا بها فلا أخاف الموت لأني حياتي ابتدت معاه من هنا إلى ما لا نهاية فبرجع فكركم ما فيش مسلم ما بيخافش من الموت والعزب القبر والدخول القبر وما ينتظر الإنسان فيه من حسب القصة والقصص الإسلامي الشيخ نبيل العواضي عامل محاضرات حزميها محاضرات طرابية غنائية ولو أنه يعني بيغني من غير موسيقى وبينشد الشعر كده هو بيرتله زي القرآن ولي نغمة وكله عن أهوال يوم القيامة وفي نفس الوقت وهو بيغني كده ويحزر الناس من أهوال يوم القيامة يروح يقول للناس الأغاني اللي كنت بتسمعها وكلها حتشوفها وحتتحسب عليها والأفلام والسينمات والصلاة وكل ده فخلينا نسمع جزء من البسيط من فيديو للشيخ نبيل العودي على فكرة هو عامل عدد هائل من الساعات في الموضوع ده مليء بالرعب والبكاء والإنذارات للسامعين أنا النهاردة اخترت لكم إنه لمحة عن عذاب القبر في فيديو لي عشر ساعات أنا ما فتحتوش يعني يعني أكيد في كم من النواح والبكاء والكلام ده كله وشيء مرعب وكئيب لقاء الله مش كئيب لكن لقاء الإله في الإسلام كئيب عايزاكم تسمعوا نبرة الشيخ وهو بيتكلم ليلة اسمع لابد منها ليلة شيبة الأولين وأطارت نومهم لقي عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح الزاهد التقي لقي جليسا له فقال ما نمت البارحة أرقا متفكرا قال تفكرت في القبر وساكنه أول ليلة في قبري ماذا سأفعل ماذا سأصنع ثم بكى واشتد بكاؤه حتى أغمي عليه ليلة كلام مرعب يأس بس ده شرح لحال الإنسان المسلم بنكبر أو حتى وإحنا صغيرين وفكري وفكرك النهاردة كل ما بتتقدم يوم كل ما بتقترب من النهاية يوم لكن أنت متطلع لده ولا مرعوب من ده ما عندكش حاجة في الإسلام تسندك على أنك تكون مش خايف من هذا الإله ولا من هذا اليوم ولا من الوعيد بعدها بالقبر وما يتخلل من إذا كان يعني هتشوف فيه طاقة من الجنة ولا هتشوف فيه طاقة من النار ولكن الكل سيدوق شيء من العذاب بيتكلم عن الخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة خليفة المسلمين ويقال أنه كان من أفضل الناس والكلام ده كله طبعا يعني التاريخ الإسلامي دائما يعظم وأنا لا أصدق ده ولكن أنا حقول أنه الخليفة عمر كان راجل عادي خاف من الموت لو كانت القصة دي صادقة تخيل أنت أنه الأرق والخوف وعدم النوم وليس هناك رجاء شيوخ النهاردة هم شيوخ مبارح لأنهم بيكلموا من نفس المادة حديث ويعني القرآن كلام محمد والقرآن والحكايات اللي عن السحابة كلها شيء مرعب جدا لدرجة أن الراجل أغمى عليه من الخوف خايف من من القبر وإحنا كلنا كنا كده من ينجو لو قلنا أنه عمر كان شخص ممتاز من لم ينجو إن لم ينجو أمير المؤمنين من ينجو إن لم ينجو أبو بكر من ينجو إن لم ينجو محمد لازم نكون عارفين إنه الإله الذي لا يعطي رجاء بل يعني يفرزك كده بالرعب لا يمكن أن يكون هو الإله الخالق مصدر الخوف والرعب هو الشيطان ودي أدوات الشيطان الواضحة جدا في الإسلام خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وهو بيتكلم عن سعد بن معاذ يعني إذا كان عمر فقد الرجاء فكان بيقول طب سعد بن معاذ حصل له إيه سعد بن معاذ خلينا نشوف سعد بن معاذ لما مات فتحت له أبواب السماء سعد بن معاذ لما صلي عليه مشى في جنازته سبعون ألف ملك سعد الشهيد لما أدخل القبر ضمه القبر ولو نجى سعد لنجى من بعده فلم ينجو أحد فلم ينجو أحد لو نجى سعد لنجى من بعده ولكن لم ينجو أحد طبعا الكلام ده هما جايبينه منين جايبينه من محمد لأنه في حدثة سعد بن معاذ الكلام ده تقال أنه ما فيش حد لا يضمه القبر مش كده ولما محمد نزل مع بنته زينب وحضنها وقال يخفف عليها ضمة القبر وكلام ده كل أوكي لا رجاء احنا بنتكلم على واحد بيقول المسلمين عنه أنه فتحة لقى أبواب السماوات وشهيد يعني المفروض يكون راحة السماوات حتف مش كده ده ضامن بقى ضامن الجنة طب العشرة المبشرين من الجنة برضو فيش مشكلة يقولك سبعين ألف ملك نزل ومشي في جنازة سعد بن معاذ جنازة كانت زحمة قوي بس حتى ده ضموا القبر وإن دي ضمة لابد منها ولن ينجو أحد أنا متصورة الناس اللي قاعدة بتسمع زي ما أنا كنت باعدة أسمع جدتي كنت تبكي حماتي دخلت عليها يوم لقيتها قاعدة مسكة الكتاب مش قادرة بتكر اسم الكتاب لكن أحد الكتب وبتقرأ في موضوع يوم القيامة وعذاب القبر والعذابات اللي الناس هتشوفها الست كانت يعيني قاعدة تعايت متشحتفة الست دي ما كانتش بتسيب فرض كانت دائمة الصلاة والحرص على الفروض وكانت تستخير وكويسة فيش مشكلة فيها تحبنيش يعني لكن فيش مشكلة فيها لكنها لم تستطيع انها تضمن مكر هذا الاله وتضمن ان لها رجاقة يعني الخرافات بتاعة القبر والتعبان اللي حييجي وما يكون إنسان شرير بأيفضل يهبد وطوله القبر بقى هبد بين التعبان التعبان ده وتعزيب والملاك اللي هيجوا يسألوا انت مين إلهك ولو ما كنتش مسلم حتنهق حتنهق زي الحمير خرافات خيالات إنسان كان بينسج صورة من الرعب عشان يمسج بيها الناس اللي هو بيقدلجهم ويقدلج بقية العقول لأجيال قادمة ده عمل شيطاني تخويف الناس من القادم يخليهم دايما مشغولين باللحظة اللي هم فيها هيعملوا فيها إيه عشان ينجوا من ده أو يفقدوا بقى الأمل ويسيبوا الأمر ويقولك زي اللي بيقولك دلوقتي إنه مفيش عذاب قبر هو طبعا مفيش عذاب قبر مش عشان الإسلام ما قالش إن في عذاب قبر ف مفيش عذاب قبر لأنه ده كلام غير منطقي والله مش هدفه إنه يعزب الإنسان العودي بيقولهم إيه لو أنت بتخاف من الضلمة وقعدت في قوضة ضلمة ساعة واحدة مش هتقدر تستحمل أنا مش فقد ما إحنا عيال الضلمة ما بتخوفش النور تقطع الساعة وما عندكش الشمع هتبقى خايف من إيه هتخاف من أرواح الشر والجن والحاجات الخرافية اللي بيحش بيها الإسلام زيه الإنسان لكن الإنسان المؤمن هيقعد يسبح ربنا حيصلي حينام حيقوم لا مش هتهمه الضلمة لأنه يحيا في نور المسيح لأنه يعلم إذا كان في أرواح شر حيقول في اسم يسوع المسيح ننتهر أرواح الشر ولا تستطيع إنه يكون لها سلطانة عليه الحياة بالروح مش بخوف الجسد إحنا بنخاف ليه لأننا لا نعلم القوة المعطاة لنا من الله إن كنت في المسيح ومفهوم تاني آخر حتجده بقى على طول الخط من عذاب القبر إلى يوم القيامة وما بعد إذا كان الإنسان حيبقى في الجنة أو في النار هو مفهوم إن الإنسان بعد الموت بيشعر ويتعذب وليس بالروح ولكن بالجسد أيضا يعني القبر والناس اللي بيتزوروا وإزاي الأفكار المتضربة دي إزاي الجسد بيتحلل ويعذب في القبر ويتزور الناس طب إحنا بناخد بريك من التعذيب ولا ونتزور بقى ونتصامر ولا إيه من منطق الخرافات دي والألف ليه لو دي خلينا نشوف أحداث يوم القيامة هنسمع للدكتور راغب السرجاني دكتور راغب السرجاني الحقيقة عمل فيديو بس عايز يقول لنا إيه أهم الأحداث الأحداث الهامة اللي في يوم القيامة طبعا الأحداث دي فيها أحديث كتيرة فيها آيات قرآنية كتيرة أنا بس بطلع البعض الآيات اللي فيها حديث عن يوم القيامة والساعة ويوم الحشر والكلام ده كله طلعت بس ستة وتلاتين مقطع مش آية مقطع من القرآن بيتكلم عن هذا الرعب وإزاي هذا الإله سيتعامل مع الناس في وقت القيامة أما عن الحديث بقى الكتيرة جدا فيها تفاصيل تفاصيل التفاصيل في حدث ولا حرج اسمع الكلام ده من الدكتور راغب السرجان هو أحداث يوم القيامة كثيرة وأسهب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم في شرح تفاصيل كثيرة جدا عن هذا اليوم العظيم وهو أساس في المعتقد ولذلك يعني جاءت الأحاديث تشرح تفاصيل التفاصيل في هذا اليوم ومع ذلك هناك اضطراب كبير بين الناس في فهم ترتيب أحداث هذا اليوم سبب الاتراب ده أنه ما فيش حديث نبوي واحد أو آيات كرآنية بتفاصل بترتيب الأحداث وأحداث طيب هو حيبتدي يقول لنا أحداث أنا هجيب لكم بس مقطعين كمان منها حاجة بسيطة وحاول أسرد لكم الأحداث بصورة سريعة عشان نوصل لأهم الأمور فيها هو بيقول أنه مع كثرة المعلومات الموجودة عن وقت يوم القيامة والأحداث اللي فيه إلا أنه ما فيش حد أبدا قدر يرتبها وكل العلماء اختلفوا وتحس أن الراجل بيتناهد وتعبان لأنه اتهدوا بحث في الأمر لكن كلها حاجات كثير منها فيها تضارب هو ما قالش كده لكن الواقع أننا هنكتشف بعد شوية أن كثير من هذه الأمور فيها تضارب وأنه ما فيش تضرج لهذه الأمور يفهموا المسلم إيه الفايدة الحديث الكتيرة بتشرح تفاصيل التفاصيل زي ما قال لكن ما فيش آيات بتشرح الترتيب لأن ده أداة من أدوات الأدوات اللي استخدمها محمد في أنه يمسك الناس في التفاصيل ويرعبهم من اللي هيتنتف شعرها أو من الراجل اللي هيتعلق من دماغه والناس اللي هيتسلخ جلدها ويعني كله مركز على التعذيب وبعدين يروح ما نقول بقى لصورة تانية لما يجي يتكلم على الجنة ويقدم بقى صورة الحقيقة غير لائقة أبدا عن اللي المفروض يعيشوه هؤلاء الناس فدي صورة مادية بترعبهم من العذاب اللي هيعيشوه ودي صورة أيضا مادية بتغريهم بالجنة اللي هياخدوها والستات والأملاك والدهب والكلام الخرافي اللي أيضا مليء بالخرافات اللي بيحكيه محمد قصص واحد قاعد فاضي بيحكي للناس قصص يسليها لكن ما هو الشخص مبشر بشيء جيد كان دائم الحديث فيما يرعبهم أوكي لكن مدام كل المادة دي موجودة يبقى المسلمين يحتاسوا والشيوخ يحتاسوا في ترتيبه برضو ولكن لازم يبلغوا للناس ويفرضوا على الناس بالرغم من عدم منطقية الأمور محمد كان بيقعد مع الناس يروي حكايات خرافية بطولية بطلها الأول دايما هو فاكرين لما حكينا قصة الجبل وأن الملكين جموا وقالوا له اطلع الجبل قال لهم لا مش قادر فقالوا له لا ما اهمكش فرح مطلعينه هو بسرعة والزيطار وطلع على الجبل وفي الآخر ايه شاف النار وعواء الناس وأنين الناس ومش عارف ايه بيحكي لهم القصة ليه للتخويف للإرهاب للرعب دايما هو الأول زي مثلا لما يقولك أنه أنا أول واحد هيدخل الجنة يعني أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا تلاقي محمد ده على طول بيقولك أنا وأنه كل الأنبياء هيبعتوا لي الناس عشان أكون أنا الشافية الوحيد فيهم يعني خلينا نشوف أحداث اليوم ده زي ما جمعها الدكتور راغب السرجاني في بعض يعني أنا أخدت منها بس الحاجات المهمة اليوم ده في حاجات كتيرة قوي الميزان الحشر الشفاعة السرط المستقيم يعني حاجات كتيرة لكن لأن اليوم ده مهم عند المسلمين ففي أحاديث كتيرة عنه العلماء اختلفوا في ترتيب الأحداث يعني اللي أنا هقوله لكم النهاردة واللي سرد من بعض الشيوخ ممكن ما يكونش هو الترتيب الحقيقي لكن الدكتور السرجاني قال أن بداية اليوم سيكون بعد موت الجميع يا إما اللي ماتوا من زمان وماتوا عادي أو بنفخة السعق في حاجة اسمها نفخة السعق الملاك سيجي وينفخ فالكل يموت ويقول لك أنه الموت سيمكث 40 يوم أو 40 سنة أو 40 ما حدش عارف 40 سنة ساعة يوم سيمكث أربعون أوكي وبعدين يحصل بقى إيه بداية البعث إزاي بقى البعث حييجي هيحصل في إيه يقولك في مطر حينزل من تحت العرش يشمل كل الأرض فالمطر ده لما ينزل حيدخل إلى القبور فينبت الإنسان من عظمة العقب العصعوز دي اللي وراء ينبت يعني يزرع كده زي الزرع وحينبت جسد بلا روح زومبيز شفتوا الأفلام بتاعت الزومبي جسد طالع من القبر كده لكن ما فيهوش روح مش كده ف ممكن يكون فيلم الزومبيز ده اختراع من اختراعات محمد برضو معجزة حصلت اكي وبعد يقولك فينفخ الملاك اسرافيل نفخت البعث فتدخل الأرواح في الأجساد فتحس بقى ايه أرواح وأشباح فالأجساد بقى كلها وقفة كده زومبيز وبعد كل الكلام الكلام الحقيقة موجود في كثير منه موجود في آيات قرآني تخيل معايا المسلم وهو بيسمع الكلام ده يعني ايه انسان ينبت زي ما بتنبت الزرعة ويطلع يعني لو الانسان الحياة بتيجي من الروح مش من الجسد وهو بيتحرك الحياة بتيجي من الروح فوهو في القبر ينبت الجسر وتروح الدخل الروح فتحصل بقى الزلزلة الكبرى فتبع سر القبور يعني انا بتخيل المشهد في كل حاجة دايما يعني لو القبور بقى كلها تفتحت و اتبعترت وكده ما اكيد في ناس فوق الارض برضو ميتين فممكن يتدفنوا لو القبور دي بقى فرقعت وطلعت ايه المشهد العجيب دا ايه دا اوكي ماشي اوكي يقولك بقى ايه هيخرج الناس من القبور من عهد ادم الى اخر انسان وا اول واحد هيخرج محمد انا الاول اوكي ف وبعد كده بقى الناس يجوا بقى ورا تبقى عنش هجلهم ايه الناس دي يقولك الناس دي عراه غرل يعني اللي تخطن هيرجع جسمه تاني زي ما كان ويعود بلا ختان مرة اخرى وانا توقفت عند الحكاية دي على فكرة انه يعني الختان في العهد القديم كان علامة على العهد اللي بيعمله الله مع الانسان وانه وعلامة على الدم اللي هيوسفك عن الانسان من خلال المسيح فانه الحتة دي لازم الشطان يحط حاجة يعني جوه كده تلمس عكس اللي ربنا عايزه يعني هو دلوقتي دم المسيح كافي يعني مش تاز بحد يعمل ختان ولا ما يعملش ختان لكن اليهود لسه بيعمله كده لكن دائما ما تجد شيء يشير الى شيء في الكتاب المقدس ضد الكتاب المقدس وبعدين يتكلم بقى على انه الناس اللي طالعين عريانين دول حتى عيش قالت له يعني برضو احنا مش نتكذف من بعض فقال لها لا ما حدش هيبقى فاضي يفكر في انه يبص بشهوة في الوقت ده كل واحدة هيبقى ملهي بنفسه يعني اوكي ماشي وهين يقولك ايه ويكسى الناس بقى بس مين الاول يكسى ابراهيم يكسى ابراهيم ثم بقية البشر شيء ملوش اي يعني دلالة على شيء مهم التفاصيل دي يقولك ايه دائما يقولك الشيطان في التفاصيل يكسى ابراهيم الاول وبعدين بقية البشر وكأنه مثلا الخلق ابتدى من عند ابراهيم طب ليه مش آدم ليه طب ليه مش نوح احدش عار لكن ابراهيم الاول بس المرة دي بقى مش محمد دي عجبتني يعني ليه اوكي دايما مفيش سيستم اوكي لو محمد اول كل حاجة ابو محمد اول كل حاجة ليه ابراهيم مش محمد اوكي وبعدين يقولك انه دلوقتي تحصل بقى حالة الانتشار في الارض وبعد الانتشار في الارض تحصل حالة من الرعدة الخوف ويمكن اهتزاز للارض بصورة معينة ويقولك بقى ايه تمد الارض تروح بقى الارض بقى متسطح كده وتبقى عاملة زي صفيحة بيضة كبيرة قوي علشان تكفي كل الناس والشيخ يقولك ايه احنا مش عارفين هل الارض هتتغير هل سيخلق الله ارض اخرى تحصل عليها الاحداث دي ولكن اجتمعوا عليه انها قرصة بيضاء من الممكن انه يكون محمد قال حاجة عن ارض جديدة مثلا لان الكتاب بيقول انه في اخر الايام انه الله هيبني ارض جديدة وسماء جديدة والكل في اسم يسوح هيكون جديد اوكي فممكن تكون متاخدة من لمحة من الكتاب المقدس لكن اللي حاصل هنا ان عندك حتة قرصة بيضة كبيرة الناس من بداية الخليقة الى الان وقفين عليها فيقول لك انه كل شيء هيكون مكشوف امام الجميع وهنا الشيخ قال في جزء كده انه المؤمنين مش هيفزعهم لانه هم عارفين يعني انه هم عملوا اللي عليهم مثلا الكلام ده لا يمكن يكون حقيقي لانه المسلم قبل ما يقابل هذا الاله لا يعلم شيء اللي انه لا يضمن مكر هذا الاله او ان العمله كفاية ولا مش كفاية لانه اذا كان داخل بعمله فهو حتى مش عارف نيزان عمله قد ايه فاستحالة انه يكون ده كلام منطقي ينطبق على بقية القصة من اولها الاخيرة فهو بيقول انه المؤمنين مش هيفزعوا لكن غير المؤمنين هيفزعوا هنشوف احاديث تضاد ده بالمرة وقال لك انه هيكون في الطريق في احواض من الماء والشمس هتكون على قرب ميل من البشر فطبعا لو الشمس ويقول عنها المفروض ان الاله هيقول الشمس فيبقى عارف ان الشمس دي لو قربت ميل من الارض كله يتبخر فقوانين الطبيعة البشرية لا يقبلها عقل بالمنطق ده اكي الناس هتسيح يعني فغير المؤمن هيسيح والمؤمن بتكييف لا طبعا ماشي هنعديها اكي نرجع بقى الاحواض قال لك ان كل نبي من الانبياء هيكون له حوض من الماء وانه هذا الحوض من الماء اللي يشرب منه مش هيعدش تاني اكي فكان بعض الناس يشربوا وبعض الناس الملاكة تمنعهم محمد كان ليه حوض زي وزي بقيت الانبياء وانه كل نبي الناس اللي تبعوه بيروحوا يشربوا من الحوض ده فمحمد كان بيستغرب انتوا ليه بتمنعوهم فقالولوا يعني لسه هتعرف بعدين حاجة زي كده يعني وبعدين الايات القرآنية اللي بتتكلم على انه تنزل الملائكة والعرش وكده فتنزل الملائكة بقى ب حملة العرش ينزل الملائكة قبلهم اعتقد وبعدين تنزل حملة العرش وينزلوا حملة العرش ده ويحطوه على الارض والمسلم مش عارف هل ده يعني عرش الله الحقيقي ولا ربنا عنده عرش تاني سبير بيجيبه معاه بس المهم انه العرش هيكون على الارض وانه الله حينزل للارض علشان يحكم ويقولك بقى ايه في هذا المشهد تقرب النار والجنة فيبقى الناس بقفين كده وشايفين النار وشايفين الجنة وبعدين بقى يبتدي العرض على هذا الاله من العجيب جدا انك تقول انه الاله لا يمكن انه يقترب من الانسان وانه حاشا ان احنا نقول انه الله في كل مكان وازاي ينزل على الارض ويبقى في وسط الناس ده المفروض انه هيحكم الناس كلهم خطايا يعني فازاي هيقترب وينزل على الارض ويبقى في وسط الناس تناقض ولكن لما نقول انه الله ارسل ابنه ليخلصنا انت لا تقبل ده ليه لانك يقول حاشا ان الله يتصور في سورة انسان حاشا ان الله يتعامل معانا عن قرب الشكل ده ويتبقوا فرحانين اوي باللي يقول انه ربنا فوق واحنا تحت اوكي بتبقوا فرحانين اوي بالموضوع ده ولكن ده من يعني من الامور المرعبة انك لا تعلم انه محبة الله ليك تخليه يقترب منك ويبقى على الارض معك اوكي يبتدي العرض ويبقى اليوم طويل والناس شايف الاهوال فيروحوا بقى للانبياء من ادم الى عيسى فيروحوا لادم فيقولوله يعني اشفى علينا عند الله فيقولهم لا 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 نفسي نفسي اولا سؤال هو ادم نبي لمين ازاي ادم نبي كان نبي لمين النبي مرسل مفروض على حسب الفكر الاسلامي هل ارسل ادم لعياله لمراته كلام بلا تمييز يعني يجب ان احنا نسأل هذه الاسئلة وانه انتو بتقولوا ان الانبياء معصومين وان عسمة الانبياء من المفروض انها تخليهم ما يكونوش بيغلطوا بتزعلوا لما نقول انه داود اخطأ مش كده فالمعصوم ده خايف من ايه كلام ايضا لا يليق بشخص الله انك تقول على رعب ابناء الله منه ده شيء لا يليق بشخص الله ابدا ومش حقيقي ابدا لو هناك ضمان للناس في الاسلام لما كانش الانبياء نفسهم ارتعبوا اتشفعوا لي يقولهم نفسي نفسي يعني نبي ايه دا الاناني بالشكل دا اللي ارسل لشعبه ما هوش مهتم بيهم فيصلوا لحد ما يروحوا لعيسى فيقولوله تشفع فينا يقولهم لا روحوا لمحمد ولم يقول نفسي نفسي لانه بلا خطية دائما ستجد انه ولو اني لا اوافق عن الشكل اللي بيرسمه القرآن للسيد المسيح لانه يعني لا يقترب من الحقيقة ابدا الا ان الشيطان دايما يجي ويقف عند المسيح ولا يستطيع انه ينسب لي خطية فمن وبعد يقولهم في اول يقولهم روحوا لهم محمد فيروحوا لهم محمد فيقولهم انا لا انا لا مش كده ويبتدي يقولهم انا هتشفع فيكم من الاحق بانه يتشفع غير اللي ما عندوش حاجة ربنا يلوم عليها المسيح فدانا لانه والله الظاهر في الجسد الذي بلا خطية فكان يستطيع انه يتحمل خطاير البشرية ماذا فعل محمد ماذا قدم محمد يروحوا بقى المحمد يقولهم انا انا لها انا لها فتتطاير الصحف ويجوا الصحف بقى ايه الحاجات اللي مكتوب فيها كل الأخطاء بقى اللي كتبها الملك اليمين والملك الشمال والحاجات اللي مقايدها ربنا وقعد مستني يديلك بقى ياخد الحساب يقولك المؤمنين هياخدوها باليمين والعصاء والكفار بالشمال ومن وراء ظهورهم والصحف دي فيها بقى كل كبيرة وصغيرة العباد هيقفوا بعد كده ويتكلموا مع الله بصورة مباشرة ويقول كده انه اول ما يسأل او يسأل العبد يسأل عن الصلاة وبعدين اذا ما كانش بقى صلى ولا ما صلى طبعا كله بقى الاله قاعد يقايد بياخد نوت وبعدين بقى الحديث اللي بينه وبين هذا الاله اللي هو بيكلمه من غير ترجمان قد ما بيقول يعني بيقول انه سيقر عليه النعم ويقر عليه الزنوب فالعبد يقر فيغفر الله ولكن يعني في هذا الوقت انا مش عارفة العبد يعني هيقف يقوله اه انا موافق انا عملت كده فعلا سامحني ولكنه لم يتوب وهو على الارض واعماله لسه بقى حساب الاعمال لسه جاي ده بعد انت اقريت امضي ويمشي وبعدين يجي الحساب على الفصل في الدماء الناس مثلا اتلوا ولا الجرام الكبائر وكلام زي كده وبعدين الكفار وبعدين يقولك بقى ان الكافر يجادل مع الله ولا يقر بخطأه فيختم الاله على فمه وتتكلم اعضاؤه وهنا برضو في المروعب تاني تلاقي بقى العينين بتتكلم والشعر بيتكلم وكلام ده كله طبعا الاية بتاع اليوم نختم على افواهم دي متاخدة منها وبعدين بعد الحساب بقى ينصب الميزان وتوزن الاعمال على قدر الحسنات والسيئات تحدد الدرجات في الجنة والدركات في النار أنا أنا هقف عند الحتة دي وهكمل معاكم الحلقة الجاية ونتكلم فيها بتفصيل اكتر عن ما هو شكل اليوم اللي هنقف فيه امام الله في الكتاب المقدس لأننا وقفنا عند ميزان الاعمال الكتاب المقدس بيعلمنا انه الايمان بالاعمال يبقى ايمان ميت وانه ثمار الايمان انه ينتج من قلبك ومعرفتك بالله وتقديس حياتك وتخصيص حياتك لله يجب ان ينتج عن هذه القرارات والايمان في حياتك لازم ينتج عمل صالح هقول لك ده يعني العمل الصالح ده يتركز في تعليم الكتاب المقدس غفران محبة سلام طول انا اتباع كلام الله توصيل الرسالة للاخرين الغفران للأعداء الصلاة من أجل الأعداء العطاء بالانتظار الموت عن الزات الفكر المقدس اللي اعتراف بالخطيئة والتوبة الدائمة كل يوم كل سانية كل لحظة التواصل المباشر مع الله الدائم كل يوم كل لحظة الثقة الثقة في أعمال الله الصالحة ووعوده الصالحة كل يوم وكل لحظة على فكرة ده ينتج هذا الإيمان ينتج فيك العمل الصالح لأنه مش هينتج من القلب الصالح إلا عمل صالح والعمل الصالح مش إطعام ناس ولا تعمل دبيحة وتقدمها لناس جعانة ممكن تعمل كده أيوة المسيح قال أنا أنا كنت مريض فزرتوني أنا كنت جعان فأطعمتوني أنا كنت عطشان فسقتوني ولكنه أيضا قال لناس عملوا حاجات زي كده اذهبوا عني يا ملاعين لإني لا أعرفكم لكل الأعمال اللي أنتو عملتوها عملتوها من أجل مجد ذاتي إنما الإنسان اللي اللي فهم عمق محبة الله المقدمة لي الآن وبكلمك وبكلمك عندما يغير الله قلبك وفكرك وحياتك يكون الناتج عنده إنك ترى من منظور الله تحب من منظور الله تغفر من منظور الله ولا تصبح الأرضيات مهمة في حياتك ولا ترتبط بحتة أرض ولا أخناء ولا حرب ولا دفاع عن أشخاص ولكن الصلاة والحرب الروحية التي يجب أن تكون في في أيامك زي اللي إحنا فيها وفي حياتك اليومية بصلي بصلي أن النهارده الرب ينشئ غفران وتوبى حقيقية في قلوبكم ويفتح أعين الجهال لتفهم معنى محبة الله وحبه لهم وفداءه على الصليب أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر